انا بالنسبالي قصة مختلفة شوية مش بس ان هو بيعمل حاجة جديدة انهم يستعدون لمباراة الترجل من الاية حلو لعب الكرات العادية امام الترجل والكورنرات العادية هم اميس فرقة جوه افريقيا بتلعب كرات رأسية دفاعا وهجوما عندهم غير رديج والراجل رأس الحربة عندهم اتنين لعيبة سنتر باكس عندهم عيوب تانية دفاعية لكن اتنين سنتر باكس بياخدوا كل العالي بيجهز حلول تانية انت لو نعرض الحالتين تانية اللي كانوا بتعرضوا دلوقتي هو بيجهز حلول تانية استعدادا لمواجهة الترجل هو المعتاد قبل ما تلعب قبل ما تلعب ارجع ارجع المعتاد في كرة زي دي اي حد يسأل نفسه ايه اللي هيتعامل في كرة زي دها كريمة بص كده عالكرة قول ايه اللي هيتعامل في كرة زي دي انه هيعلق الكرة جوه للتمنتاشر طيب انا ما عنديش لا الاطوال ولا اللعيبة بالسستامة محمد عبد منع موسامة ابو علي هم المميزين شوية في الكرات الرقصية لكن اتنين في وسط اربعة خمسة من الترجل موضوعي بصعب جدا فالراجل بيدور على حل يستفيد بيه الكرات السبتة اللي بالشكل ده او الكورنرات طيب تعال نشوف هل هي كانت فرصة وليدة الصدفة او تعملت كده اللي بعديها وهنا في حاجة مهمة جدا تقولك انه توكتك وقف هنا سويني وقف هنا سويني المعتاد المعتاد على اللعيب ده لو رجعت له الكورة بيقفين يا كريم في موقف تسلل حسين لعب الكورة وقبل ما يعرف قبل ما يعرف وانه يحصل فيها هو قاطع سبرينت عايز يكسر التسلل هو ما يعرفش اذا ده متحضر مش صدفة ومش قرار لعيد هو الراجل قاطع لسبرينت بسرعة وهتلاقيه كمل كمل بس على البطيق كمل بس 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 يا كريم فضل لحد ما كسر التسلل وراح عادل نفسه تاني اه لانهاء ما كانش افضل شيء هعذر حسين لي مقدم مباراة سيئة جدا نهاردة لكن لسه رجع من الاصابة لسه شوية شوية يرجع تاني فالتجهيز بالنسبة لي الكورات السابتة والشكل ده اموم جدا 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 قبل وقت التراجع وفها نوع من انواع ارباك الخصم اللي انت الخصم بتاعك ما بقاش عارف انت هتلعب ايه هل الكورنر هترفعهم مرة واحدة هل هتعمل نفس التركة دي تب الفاول هتشوتهم مرة واحدة تب الرفع فدي بتدي حلول بالنسبة لي صح هتخلي عنده خلال يعني بالظبط